الاسبوع اللي انضيته انا وعمالي اتعلم واستخدم نيكس او اس على اللابتوب بشكل يومي ما حطيته على الديسكتوب لسبابين السبب الاول انه كنت بالبداية بدي اوصل لكونفيجوريشن فايل كون قادر اني حطه وينما كانه احصل على نظام جاهز ببساطة والسبب التاني راح احكيه بعد شوي هاد الاسبوع كان من اجمل وامتع الاسابيع اللي عشتها بحياتي اليوم راح نشوف كيف بنيت نيكس او اس لحتى يكون شبه جاهز لانه يستبدل نظامي الاساسي في حال انحلت مشكلة الدافينشي ريسولف اذا انحلت مشكلة الدافينشي فنيكس او اس راح يكون هو نظامي المستقبلي على الاقل ما تبقى من 2023 طبعا بالبداية لازم انه نحمل ملف الايزو فانا رحت وحملت من موقع نيكس دوت نيكس او اس دوت اورك رحت لقسم الداولود وحملت نسخة المينيمال ايز او ايميج ما حملت الجرافيكال اللي طبعا بيسهل عملية الانستوليشن بشكل كبير جدا الخطوة التانية اني حطيت ملف الايزو على الفلاشة باستخدام الفلاشة ما عملت عملية حرق كامل لايزو او للفلاشة فانا باستخدم الفلاشة فصار عندي الايزو موجود عليها وبعدين اقلعت من اللابتوب انا رح قوم بعملية الانستوليشن باستخدام الاس اس اتش لسهولة التنصيب ولانه في خطوات بدي تشوفها كيف بنعمل الانستوليشن من ملف الكونفيريشن اللي موجود عندي انا ما رح قوم بكتابة ملف كونفيريشن جديد لاني صار لي اسبوع وانا عمالي اشتغل على هات الملف فهلا مثل ما حكيت انا عندي طبعا قبل من ابتدي بعملية التنسيل في عندي صفحات ويب لازم تكون هي مرجعك الاساسي اثناء تعلم النيكس الا وهي صفحة المانول اللي رح تدلني كيف بقوم بعملية الانستوليشن بعدين في عندي الابندكس اي اللي هو 99.99% من وقتك لازم تقضي بهاي الصفحة لحتى تتعلم كيف تعمل عملية الكونفيريشن بعدين رح روح لنقطة مهمة جدا 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 بتخصيص او ضبط النيكس او اس الا وهي انك تستخدم ما يدعى بالنيكس هوم مانجر لسه في عندي نقطة ما دخلت بتفاصيلها الا وهي الفليكس هاي لسه ما استخدمتها بس اكيد مع الايام رح يكون في الها نصيب واللي بدي اعمله اني بدي سبت النيكس او اس مع نظام ملفات البيتر اف اس ما رح استخدم الاي اكس تي فور فخلينا اول شي نروح للتيرمينال هلا انا موجود على كومبيوتري الاساسي وبيدي اعمل اس اس اتش لللابتوب فوقت اقلعت من الفلاشة خليني اول شي فوقت اقلعت من الفلاشة اول شي لو رجعنا الانستوليشن رح شوف اذا كنت بدي اعمل العملية المانول عمله اللي انه في عندي يوزر اسمه نيكس او اس وهذا اليوزر ما في له باسورد فالشي الوحيد اللي عملته اول ما اقلعت من اللابتوب هو اني قلت له باس دابل يو دي وبعدين قلت له نيكس او اس اللي هو اسم المستخدم اللي موجود على ملف الايسو حطيت كلمة سر لهذا المستخدم لحتى اكون قادر اقوم بالاس اس اتش وبعدين لحتى احصل على اي بي اللابتوب قلت له اي بي بعدين اي وعطاني شو هو الاي بي اللي بدي استخدمه فهلا عملت هدول الخطوطين طبعا انا متصل باستخدام الكابل باستخدام الايثرنت اذا كنت بدك تقوم بهاي الخطوات باستخدام الواي فاي فهون مشروح عندي كيف ممكن اني فعل الواي فاي انا ما رح قوم فيها لاني متل ما حكيت عمالي استخدم الكابل فخلينا نجي هلا انا حطيت الباسورد للنيكس او اس ضل عندي اني قل له اس اس اتش نيكس او اس اتش والاي بي اللي استخدمته او الاي بي اللي حصلت عليه من امر اي بي بحد ذاته فرح نقل له انتر وبعدين رح اكتب يس وبعدين رح حط كلمة السر اللي حطيتها لنيكس او اس طبعا انت هاي الخطوات ما لك مضطر انك تقوم فيها اذا كنت عمالك تقوم بعملية التثبيت مباشرة على الكمبيوتر انا عمالي اقوم بالاس اس اتش فخلينا نمسح الشاشة اول شي بدي اعمله رح نقل له ال اس بي ال كي لانه الشي الوحيد اللي بدي اقوم فيه هون بهاي المرحلة قبل ما ابتدي بال بس هو اني اعمل عملية والصفحة الثالثة اللي رح تكون كمان استخدامك كبير جدا بالنسبة لها هي ويكي النيكس او اس فهلا على الويكي في عندي قسم البتر اف اس خليني اخذ هاي النافذة لجنب النافذة لجنب الترمينال وبدي اجي لالترمينال هلا هاي الترمينال هي اللابتوب وليس الكمبيوتر هلا انا موجود ضمن اللابتوب فبعد ما قلت له ال اس بي ال كي رح استخدم ال اف ديسك لحتى اقوم بعملية التثبيت هلا متل ما اللي شايف على اللابتوب عندي نيكس موجود وشغال بس انا رح ارجع ونزله من جديد فرح نقل له اف ديسك اه قبل ما نقل له ال اف ديسك رح غير اليوزر للروت فرح نقل له سودو داش اي فهلا رح نقل له اف ديسك سلاش ديف سلاش ان في ام اي ان واحد هلا بدي احذف ال بارتشنز اللي موجودة عندي هلا نحنا شفنا شو هي ال بارتشنز بس بال اف ديسك اذا كنت بدك تشوفهم رح نضغط حرف بي ورح شوف انه في عندي ال بي واحد وال بي اتنين فلحت احذف بارتشن رح قل له دي رح يقلي شو هو رقم ال بارتشن اللي بدي احذفه فهو بشكل ديفولت اخد ال اتنين رح نقل له اوكي بعدين رح اضغط دي مرة تانية واحذف ال بارتشن الاول كمان رح نقل له اوكي هلا لو رجعت وقلت له بي رح شوف انه ما ضل عندي اي بارتشنز قبل ما ابتدي بانشاء ال بارتشنز الجديده هاي طريقة اللي انا متعود عليها اول شي رح احفظ التغييرات وبعدين رح ارجع ادخل ال اف ديسك مرة تانية فرح ارجع للامر الاخير ولحتى اقوم بانشاء بارتشن تيبل من نمط جي بي تي رح اضغط حرف جي ورح نقل له انتر بعدين بدي انشئ تو بارتشنز انا ما رح قوم بانشاء سواب انا رح انشئ واحد للبوت اللي هو يو اي اف اي بحالتي والتاني اللي رح يكون فيه عليه السيستم الكامل ما رح انشئ بارتشن للهوم ديركتوري لاني عمالي استخدم البي تي ار اف اس او البتر اف اس فرح نقل له لحتى انشئ بارتشن جديد رح اضغط حرف ان وبعدين رح يقل لي شو هو رقم البرتشن هو ااخد بشكل ديفولت الرقم واحد هاد مناسب بالنسبة لي رح نقل له انتر بعدين شو هو الفيرت سيكتر او القطاع الاول رح ااخد الديفولت ما رح غيره بعدين ادي حجم البرتشن اللي بدي اعمله انا بالنسبة بعادة وقت اللي كنت اعمل ال ايف اي كنت اعمله بحجم ال 500 ل 600 ميجا بس باحد المرات حصل عندي مشكلة وامتلقوا 600 ميجا لال ايف اي او البوت بارتشن فهلا انا صرت دائما بعمل البوت بارتشن بوت البوت بارتشن بحجم واحد جيجا فحتى انشئوا بي ال اف ديسك رح اقل له زائد واحد وكابيتال جي بعدين عمال يقل لي انه موجود عليه نظام ملفات من نمط فات فهل بدي استبدله او هول بدي احسفه فرح اقل له يس بعدين لازم اني ارجع واعمل الفايل سيستيم فلحتى انشئ الفايل سيستيم لهذا البارتشن رح اضغط حرف T عماله يسألني انه عماله اللي انه رح يقوم بانشاءه للبارتشن واحد هلا انا اذا ما كنت بعرف شو هو البارتشن تايب اللي بديه رح اضغط حرف L لحتى شوف شو هي المتاحة فبالنسبة لل EFI سيستيم رقمه واحد فرح اضغط Q واضغط واحد فمتل ما يشايف انه تم انشاء ملفة تم تحويل التايب لل EFI سيستيم هلا بدي انشئ البارتشن التاني اللي في عليه النظام فرح نرجع ونقل له N مرة تانية عماله اللي انه رقمه 2 فرح اقل له OK عماله يسألني وين الفيرت سيكتر فرح اخذ ال default وبالنسبة للنهاية او الحجم انا رح اروح مع default اللي هو كامل الحجم المتبقي فرح اضغط Enter عماله اللي انه في عليه Better FS Signature هل بدي احسفه فرح اقل له Yes ما رح اعمل تايب لانه رح ياخده بشكل افتراضي اللي هو اللينوكس فلو قلت له P مرة تانية رح اشوف انه ال P1 هو EFI وال P2 هو Linux File System لحتى احفظ التغييرات رح اضغط حرف W وبهذا الشكل بكون طلعت من ال F disk لو رجعت وقلت له LSBLK رح اشوف انه صافي عندي ال P1 وال P2 هلا لازم اني انشئ نظام الملفات الخاص بكل واحد من هدول البارتشنز فبالنسبة لل EFI Partition رح نقل له M M K رح قل له Make FS dot VFAT بعدين رح قل له شو هو ال Partition اللي رح يكون slash dev slash NVMe N0 NVMe 0 N1 و P1 بعدين بدي انشئ البتر FS على P2 فرح نقل له Make FS dot VTR FS ورح نقل له slash dev slash NVMe N1 B2 هلا انشئت الفايل systems انا عمالي امشي مع الخطوات اللي موجودة هون الشي الوحيد اللي ما عملته طبعا انا اختلفت شوي عن الخطوات بس هلا انا وصلت لهذا القسم اول شي رح قوم بانشاء ديركتوري جديد اسمه slash mnt فرح نقل له make dir dash b slash mnt طبعا انا باعتبار انه موجود بSSH على كميوتري ممكن اني اعمل copy paste بس يعني ماشي فيها بخطوات بسيطة بعدين رح نقل له mount slash dev slash NVMe 0 N1 B2 هاد اللي بدي انشئ عليه او اللي بدي انشئ عليه السيستيم هاد رح اعمل له عملية mount على slash mnt بعدين رح قوم بانشاء ثلاثة subvolumes اللي هنين الroot والهم والنикс فرح نقل له btrfs space subvolume space create space slash mnt slash root وبعدين رح ارجع لنفس الامر واقوم واستبدل الروت بهم وبعدين رح استبدل لهم بالنикс هلا بعدين رح اعمل عملية unmount لل slash mnt لاني بدي ارجع اعمل عملية mount مرة تانية بس مع options مختلفة هاد خاص بال better fs فرح نقل له you mount slash mnt انا كمان لسه ماشي بنفس الخطوات اللي موجودة هون فهلا رح اجي وانسخ هاد الامر رح نقل له mount space dash o اول شي رح قل له شو هو ال compression اللي بدي استخدمه رح يكون zstd وبعدين شو هو ال sub volume اللي بدي احط عليه السيستيم رح يكون اللي هو ال root بعدين space شو هو ال partition اللي بدي اعمل له عملية الماونت اللي هو slash def slash nvme0 n1p2 وبعدين بدي اعمل له عملية الماونت على slash mnt هلا بدي اقوم بانشاء directories جديدة لحتى احط عليها ال home والنикс والboot او l-efi فرح نقل له make dear space dash p لحتى اقوم بانشاء عملية ما في داعي لل dash p رح اقوم وقل له على slash mnt وبعدين رح افتح بعد الل slash الثانية رح افتح curly brackets لحتى اقوم بانشاء كل ال directories بخطوة واحدة او بامر واحد اللي رح تكون هي ال home ورح تكون ال next ورح تكون ال boot رح نسكر curly brackets وبعدين بدي اعمل عملية الماونت لل home والنикс فرح ارجع لأمر الماونت وبعد اللي slash mnt رح قل له slash home ورح اجي استبدل ال sub volume من ال root لل home بعدين رح ارجع لنفس الأمر واستبدل ال home بالنикс وكمان بالنسبة لل sub volume رح يكون ال next رح نقل له next وهون متن ما يشايف بالويكي انه بالنسبة لل next هو حاطط له option تانية اللي هو no a time لحتى انحسن من performance فرح نضيف ال no a time no a time ولا ننسى الفاصلة رح نقل له اوكي ضل عندي اني اعمل عملية mount لال efi partition فرح نقل له mount space slash def slash nvme0 n1 b1 بهاي الحالة وليس b2 ورح يكون على slash mnt slash boot هلا لو قلت له lsblk رح شوف انه النقاط الاربعة صارت موجودة الماونت point صارت موجودة هلا بهاي الطريقة قبل ما ابتدي بعملية نسخ ال configuration file انا ما حكيت وين موجود ملف ال configuration file انا حاطه على السيرفر اللي عندي هلا رح نشوف كيف رح نوصل له بس خلينا اول شي ننسخ هاد الامر اللي هو next os-generate dash config space space dash root slash mnt فرح انسخ هاد الامر واعمل له عملية paste بالترمينال هلا اللي عماله اللي بعده اني قوم بتعديل ملف configuration اللي موجود او اللي تم انشاؤه بشكل اوتوماتيكي انا هاد الملف ما بدي استخدمه خلينا نلقي نظر عليه ورح نشوف كيف رح استبدله slash mnt slash etc slash next os و l configuration هاد اذا كنت عمالك تقوم بعملية التثبيث للمرة الاولى رح تستخدم هاد الملف اتعدل عليه التعديلات البسيطة مثل انك اتحدد شو هو البوتلودر اللي بدك تستخدمه تحدد المنطقة الزمنية اتحدد شو هي الشبكة او شو هو النتورك كيف بدك تقوم بالوصول للشبكة اما باستخدام الوايرليس او باستخدام النتورك مانجر هاد الملف يعني بتقوم بعملية التعديل عليه بس انا ما بدي استخدم هاد الملف متل ما حكيت بدي استخدم ملفي اللي صد لي اسبوع شغال عليه فهاد الملف موجود على samba share كيف رح اوصل ل samba share من خلال من خلال الكمبيوتر او من خلال live ISO image بدي استخدم السيفس او بدي اعمل عملية mount لهاي الشير هلا هون على هاد الاسو ما موجود عندي ادوات السامبا او ادوات السيفس فمتل ما شفنا بالفيديو الخاص عن ال next package manager انا كان بامكاني اني استخدم امر اللي هو next dash shell بعدين dash p لحتى احصل على السيفس طبعا هاي الخطوات انت احتمال انك تحتاجها واحتمال انك ما لك تحتاجها بس انا عمالي وارجيك الخطوات بالكامل اسم الحزمة اللي بدي استخدمها راح تكون سيفس dash يوتيلز هلا راح يقوم بتثبيتها او تجهيز الشيل الخاصة بهاي الحزمة متل ما اللي شايف هلا صرت انا موجود بال next dash shell هلا بدي اعمل عملية mount للpartition او للشير اللي موجود عليها ملف الconfiguration اللي بدي استخدمه قبل نقوم بعملية الماونت لازم اني انشئ directory لحتى حط الماونت او لحتى حط الشير عليه فرح نقل له make dire ورح اعطي اسم لهذا ال directory رح نحطه باي اسم هلا بدي اعمل عملية الماونت طبعا كل الكلام رح يكون اسم الشير والباسورد واليوزر نيم رح يكون مواهين بس رح تكون بشكل التاني رح قل له mount بعدين dash j لحتى حدد شو هو type رح يكون sifs بعدين dash o وهلا رح تبتدي عملية التمويه اول شي رح قل له شو هو اسم المستخدم وبعدين رح قل له شو هي الباسورد اللي بيستخدمها وبعدين رح قل له شو هي الشير بحد ذاتها وبعدين رح قل له وين بدي اعمل عملية الماونت نحنا قمنا بانشاء ال directory اللي اسمه NAS طيب هلا انا خليني انتقل ال NAS ومن هون في عندي لو قلت له LS رح شوف انه في عندي عدة ملفات طبعا كلها هاي ملفاتي الشخصية في انا اللي بيهمني اللي هو الملف اللي اسمه configuration.nix والملف التاني اللي هو الhome.nix هدول الاتنين بدي انسخهم للمسار اللي عمالي اللي اني اعمل عملية ال edit فيه فرح اجي وقل له CP configuration والhome هدول لوين رح انسخهم لا space slash mnt ضروري جدا اني حط mnt بعدين slash etc بعدين slash nix os خليني اطلع من هاي الشي لانه ما عدت بحاجتها فرح نقل له exit هلا انا ممكن اني استخدم النانو لحتى قوم بتعديل هاد الملف بس اذا كان بامكاني استخدم فيم فاكيد رح استخدم فيم بس الفيم ما له مسبت نفس الشكل رح نستخدم نيكس شيل فرح نقل له nix dash shell space dash p space vim هلا بال vim رح افتح هاد الملف فرح يكون vim space slash mnt slash etc slash nix os عملية comment بتتم عن طريق الhash bound وفي عندي قسم تاني بدي عدله او بدي اعمله كمان عملية comment اللي هو الخاص بld menu هاد رح نرجع له بعدين بعد ما ننتهي من تثبيت النظام فهاد القسم كمان رح اعمله عملية comment واي اشياء تانية الشي الوحيد اللي بدي احكي عنه انه انا هون لو دورت على شيء اسمه initial password بقسم user لاني انا اايم باعداد المستخدم اايم باعداد الgroups اللي بدي يكون موجود فيها اايم باعداد الhardware والمستخدم عاطي كلمة سر مبدئية password رح نغيرها بعد شوي بس initial password هاي مهمة لحتى ماكون مضطر اني ادخل بالroot user وبعدين غير كلمة esser فهلا كل هاد الكلام موجود عندي خليني اضغط نقطين wq احفظ هاد الملف ورح اطلع من الشيل اللي انا موجود فيها بعد لحظات مباشرة رح نرجع لهاد الملف ونشرحه بين ما تنتهي عملية التثبيت لانه رح تاخد شوية وقت فخليني رجع البراوسر لما كانه الصحيح ورح نقل له nixos dash install هلا رح يقوم اول شي تأكد اذا كان ال syntax بالconfiguration فايل صحيحة ولا لأ وبعدين رح يبتدي بعملية التثبيت هلا انا في عندي ملف تاني اللي نسخته اللي كان اللي هو home.nix هاد الملف ليش نسخته طالما اني ما فتحته هلا بس لحتى نتأكد انه ما في عندي اي اخطاء ورح نبتدي نحكي عن ملف الconfiguration وملف home.nix شايف انه ما في عندي اي اخطاء فرح ارجع لملف الconfiguration.nix اللغة النيكس هي كمان انا حكيت بفيديو package manager انه النيكس هو توزيع وهو package manager وهو كمان لغة برمجة بحد ذاتها اللي انا بستخدمها لاني اكتب الconfiguration الخاصة فيي فاللغة بحد ذاتها بتبتدي دائما بانه يكون في عندي ببداية الملف في عندي ضمن ال curly brackets في عندي config و package هاي ممكن وبعدين في عندي ثلاث نقط هاي ممكن اني فسرها بالشكل التاني انه اول شي رح يكون في عندي شو هو الparameter اللي انا عمالي قوم بتعديله بعدين packages او الparameter التانية شو هي الconfiguration الخاصة بهذا الparameter وبعدين ممكن اني اكتبها بشكل خاص فيها فعملية كتابة الملف رح تكون دائما انه بيكون في عندي خلينا نشوف قسم file system على سبيل المثال فانا يقوم مثلا وبعدين بدي يغير على slash او على root directory بدي يغير options فرح يكون في عندي slash بعدين dot options طبعا لننسى انه في عندي curly bracket وبعد نهاية كل curly bracket لازم يكون في عندي فاصلة منقوطة فهي curly bracket اللي انا شايفها اللي محددها حاليا خاصة بال slash mnt slash nas فهذا القسم هذا البلوك بالكامل خاص بال رح يكون على الشكل التالي رح يكون file systems dot بين quotations slash mnt slash nas وبعدين رح يكون dot options او اول شي رح يكون dot device بعدين رح يكون dot fs type وبعدين رح يكون dot options فانا ممكن بدل ما اني اكتبوا بهذا الشكل اني اكتب كل سطر وكل سطر منهم لحاله بهاي الحالة ما رح يكون في عندي curly brackets لاني محدد file system dot mount point dot device بكل سطر من الاسطر طيب بهذا الملف اللي انا هلا بعد ما تنتهي عملية التسبيت رح يكون في عندي خطوات بسيطة جدا بالإعداد هي بس اني اعمل update للنظام واني انسخ شوية ملفات لسه مالها موجودة بهذا الشكل وطبعا اني غير الpassword بس خلينا نكمل بالconfiguration فايل هلا رح ارجع لبدايته ببدايته انا قلت انه بدي استخدم الhome manager لو اجينا للويكي لو اجينا للويكي بالويكي رح رح نشوف انه الhome manager هو عبارة عن نظام او system هاد من اهم الامور اللي لازم انك تتعلمها اذا بدك تستخدم ال نيكس او اس لانه باستخدامه رح يسمح لك انك تقوم بعملية الconfiguration لاليوزر لادق التفاصيل يعني انا الhome manager هو بيستخدم نفس السينتاكس اللي بيستخدمها انا وعمالي اكتب الconfiguration واحد او عدة مستخدمين بس تل مستخدم رح يكون في عنده الhome dot نيكس الخاص فيه طبعا ما رح ادخل بتفاصيل الhome manager لانه رح يكون الفيديو لا نهائي بالطول بس باختصار الhome manager ممكن اني سبته اما كموديل ضمن configuration dot نيكس او stand alone لو جينا للمانول الخاص بالhome manager رح شوف انه الinstallation رح يكون اما كstand alone installation او كموديل او اذا كنت عمالي استخدم ماك ومثبت ال package manager نيكس package manager كمان ممكن اني استخدم الhome manager او نيكس home manager على الماك فبعملية انا قمت بعملية التثبيت كنيكس او اس موديل لحتى شوف عملية التثبيت كمان رجعت للويكي وقال لي انه لازم اني ضيف هال اسطر اللي وبنهاية هاد السطر انا بس ضفت نسخة النظام اللي عمالي سبتها اللي هي release 23 05 اللي هي مطابئة للنسخة اللي موجودة بالstate version وضفت هدول الاسطر اللي هلا انا ليش قمت باضافة او اني لو اجيت للقسم اللي في اليمبورت في عندي ملفين ضروريات الملف الاول ما فتحته وما امت بانشاؤه لانه تم انشاؤه بشكل اوتوماتيكي وقت امت بتنفيذ الامر اللي كان وين كان الامر اللي هو النيكس او اس داش جنوريت داش كونفيج هاد انشأ لي ملف الهاردوير اللي هو خاص بالجهاز اللي عندي اللي في عليه بس كمان او خليني وقف شوي ونشوف اذا عملية الانستوليشن خلصت فرح نرجع للترمينال التانية شايف انه عملية الانستوليشن خلصت بس ضل عندي اني حط باسوورد للروت يوزر فرح نحط النيو باسوورد رح ارجع عيدها وبهذا الشكل شايف انه عملية التثبيت خلصت ضل عندي اني اعمل ريبوت طبعا هلا النظام صار مسبت على الجهاز الاساسي او على اللابتوب فهلا مفروض يكون واضح على الشاشة اني انا صرت موجود على اللابتوب ما عدت على الكمبيوتر وهي حاليا الOBS شغاله عماله يسجل اللي ما حكيته انه انا الويندو مانيجر اللي استخدمته بعملية التثبيت او اللي ثبتته بهذا النظام اللي هو Open Box ما ثبتت الجنوم ولا بلاسما ولا الDWM ولا اي شي تاني ثبتت الOpen Box لانه عبارة عن ويندو مانيجر صغير ولا اغراض التعلم لواحد جديد بنيكس او اس لقيته اكتر من مناسب طبعا الفيديو ما هو عن Configuration الOpen Box بس لسه في عنا كتير اشياء ما حكينا عليها فخلينا نشوف متل ما حكيت اول شي الOBS مع الانفيديا شغال وعماله يسجل باستخدام Hardware Acceleration مفضلة عندي الكيتي شغالة مع الShell اللي هي الزي اس اتش لو قلتله Echo بعدين Dollar Sign Shell رحشوف انه عماله يستخدم الزي اس اتش لو كبرت الخط رحشوف شغال الStarship الموجود حاليا لسه الConfiguration لسه ما طلع بالشكل اللي انا بدي لانه في عندي شوية خطوات رح اعملها متل ما حكيت هاي الخطوات اللي لازم انك تعملها رح تكون خطوات بسيطة جدا بس الStarship بشغال متل ما حكيت هلأ لسه في عندي الConfiguration لازم اني اعملها بشكل بسيط بس اول شي لازم اني اعمل Update للنظام فرح نقل له اه قبل ما نعمل الUpdate لازم اني غير الPassword متل ما حكيت فرح نقل له sudo p-a-s-s-w-d وبعدين اسم المستخدم اللي حطيته رح حط كلمة السر اللي كانت الاساسية اللي هي الانيشيال باسوورد اللي كانت باسوورد وبعدين رح حط كلمة السر الفعلية اللي بدي استخدمها فهلأ كلمة السر تغيرت لازم اني اعمل Update للنظام فعملية Update او عملية تحديث الNixOS بتكون على الشكل التاني التالي رح يكون sudo nixos-rebuild بعدين space boot بعدين space dash dash upgrade هلأ رح نستنى رح تبتدي عملية التسبيت ونستناها لتخلص ونعمل اعادة تشغيل للنظام وبعدين بنرجع شو هي نشوف شو تتمت الخطوات فهلأ عملية Update خلصت وعملت reboot مثل ما اللي شايف هي بس عملتله reboot ولسه OBS والكيتي شغالة بس على open box لسه ما في عندي panel ولسه يعني في عندي Auto start ما لهم شغالين فقبل منحل هاي النقط خلينا اول شي لو قلتله دي شو هي المساحة المستخدمة والمساحة الفاضية رح شوف انه حاليا مستخدم عني 14 جيجا وهي كتثبيت اولي يعتبر حجمي كبير جدا بس اخلب هذا الحجم اجا من عملية التحديث من عملية Update فأنا بالنكس مثل ما يعني اذا ما كنت بتعرف فهلأ لازم تعرف انه باعتبار انه بيعمل عمليات بشكل لحتى قلل او احذف هالملفات القديمة او نسخ القديمة اللي ما بدي اياها فرح نستخدم الامر التالي رح نقل سودو next dash collect dash garbage وبعدين dash d هاي بتستخدمها لحتى تحذف الملفات اذا كان بدون dash d ما رح يحذف بس رح يجمع البيانات فأنا لحتى احذف النسخ القديمة رح استخدم ال dash d في عندي option تانية اني احذف بس older than اني حدد مثلا انه يحذف لي الملفات او النسخ الاقدم من شهر او الاقدم من 20 يوم او الاقدم من يوم هلا انا باعتبار انه عملت عملية installation جديدة فما في عندي شي اقدم الا من الموجود حاليا فأنا رح احذف الكل رح قل له اوكي مثل ما رح نشف انه حاليا المستخدم عندي 14 جيجا لنشوف قديش رح نكسب حجم بعد ما احذف هاي الملفات خلصت عملية وشوف قديش كسبت 13 جيجا فهلا لو رجعت وقلت له ال دي يو اف رح شوف انه نزل من ال 14 جيجا نزل بس لساها موجودة بالبوت لودر لسا ما راحت من البوت لودر نحنا مثل ما شفت بال المترجم اللي هلأ رح ارجع له مرة تانية انه انا ما استخدمت ال بوت وانما استعادت عنه ب بس بحالة ال نيكس ال اتنين سواء كنت عم تستخدم ال بوت ولا اتنين هن رح يحطوا السنابشوت او الجنوريشن اللي موجودة عندك فلحتى احزف هاي الجنوريشن اللي ما بدي اياها رح نقل له سو نيكس او اس داش ريبيلد رح ارجع لنفس الامر الاخير بس بهي الحالة ما في داعي اني اعمل اوبغريد لاني لسا من شوية عاملها فرح نقل البوت وبهذا الشكل رح يحزف لي الجنوريشن من البوت لودر وحتى متل ما اللي شايف انه وقت اللي خلصت من هاي الخطوة حزف لي الكيرنل القديمة اللي ما عد بدي اياها لانه بعملية الابديت عمل الابديت للكيرنل بحد ذاتها هلا الشغلة اللي عملتها قبل اعمل اعادة تشغيل هو بس انه بمسار ال .config انشأت مسارين جداد لو قلت له ls .config حتى ls اللي حاليا عمالي استخدمها اللي هي الامر او الكمند exa وليس ls بحد ذاتها لاني انا ثبتت lx وانشأت الالياس اللي بدي استخدمها كلها موجودة بملف home.nix اللي خاص بالhome manager يعني انا بعد عملية التثبيت ما طلي عندي شي حتى شوف الconfiguration الخاصة بالكي بحد ذاتها الخط اخذ خط جديد انا ما غير اي شي الالوان اخذ الالوان اللي انا بدي استخدمها الايقونات طالعة الايقونات عندي من امر اكسا بحد ذاته هلأ لو فتحت ls رح شوف انه انا انشأت مجلد اسمه الopen box الopen box والstar ship اتنين هون محتوى هون فاضي انشأت مجلد ملف جديد اسمه ال s m b credentials هاد لحتى اوصل لل shares بس لسه ما فعلتها ما عملت لها عملية mount رح نعملها مباشرة فرح نرجع لملف configuration انا مثبت ال n v من ملف configuration بحد ذاته فرح نقل له sudo n v slash etc هلأ ما عاد في عندي mnt هلأ صرت بدخل مباشرة لل etc slash etc slash nix os slash configuration فبهاد الملف هو نفس الملف اللي نسخته من السيرفر واللي استخدمته اثناء عملية التثبيت خليني ايجي لل nas ممتقيا هاد اللي بدي رح رح شيل عملية ال هاد اللي ورح اجي وارجع له sudo nix os dash rebuild وبدل البوت رح استبدلها ب switch طيب هلأ واحد ممكن انه يسأل انه عملية الماونت انا ليش عملتها بملف ال configuration وما عملتها بملف l etc f tab لاني لو القيت نظرة على ملف l etc f tab رح شوف انه عملي اللي انه هاد الملف تم انشاؤه بشكل اوتوماتيكي ما لازم اني عدله عملية التعديل لازم انها تم بملف configuration dot nix وهات شي متوقع انه كل ال configuration انا بعملها بملف واحد بمكان واحد ما في داعي اني اكتب مليون ملف هلا خلينا نرجع للخطوات اللي لسه ما عملتها بالنسبة ل open box انا بس عندي ملف configuration انا انشأت ال directory بس لسه ما انشأت الملفات لانه الملفات بالاساس موجودة عندي فخليني اول شي غير المستخدم للroot لحتى استخدم امر find ودور على الملف اللي بدي وما يطلع لي مليون مرة فرح دور باستخدام find ضمن الroot رح يكون نوع الملف هو file رح يكون اسمه rc.xml هاد الملف الخاص بالopen box رح شوف وين موجود وانسخه فهلأ متل ما لي شايف شوف يعني حتى الpermission deny طلعت لي مع انه انا داخل كروت بس انا بدي انسخ المحتويات اللي موجودة بهذا المسار بالكامل بدون rc.xml فرح اعمل عملية نسخ ورح اول شي رح اطلع من الroot رح قل له cp وانسخ كل هاد المحتوى لو انسخه ل dot config open box هلأ لو جيت ل lcd dot config open box قلت له ls رح شوف انه في عندي اربع ملفات اول شي هاي الملفات ما في لها صلاحية كتابة هي بس read او read execute فانا بدي خليها writable كمان فرح نقل launch mod plus w ولكل الملفات بدي اول شي افتح ملف auto start فرح نقل له v بس انا عامل alias وحاط بالhome dot nx فرح نقل له vm او start انا الpanel اللي بدي استخدمها رح يكون اسمها tint لاني مثبتها tint to space and بعدين الاشياء التانية اللي بدي فعلها بدي يكون في عندي الوال paper اللي هي nitrogen space dash dash restore مبدئيا ما في اي شي تاني بدي اضيفه له الملف خليني احفظه واطلع منه وبيدي انه الكيتي تطلع بالmenu الخاصة بالopen rc فكمان رح قل له v والmenu لانه انا حاليا الترمينل الوحيدة اللي قادر اني افتحها من المنو اللي هي الex term انا ما بدي الex term افتح الex term لحتى افتح الكيتي فرح ايجي ودور على x term شايف انه فوقها في عندي الكنسول الكنسول انا مالي مثبتها فرح استبدلها ب كيتي وهون كمان رح قل له كيتي خلينا نعمل خلينا نعمل reconfigure ل ال open box فلو اجيت لل system وال reconfigure هلا لو ضغطت بالزر اليمين رح شوف بالterminals طلعت عندي الكيتي هاد الشيء الوحيد اللي رح اعمله ب configuration open box بس اول شي بدي حط wallpaper فبدي انسخ ملف بدي انسخ الصور اللي انا حطيتها اه لو قلت له lsmnt رح شوف انه الناس صار معمل له عملية mount فبدي في علي الwall papers اللي بدي انسخ فرح نقل له طبعا من الاشياء التانية اللي عملتها بالhome dot nix لسه لحد الان ما فتحته هلأ رح نفتحه اني حطيت الثيم الخاصة بالgtk3 والgtk4 الجgtk2 ما بعرف ليش مش طلت معي بس لسه يعني ما تعمقت فيها بشكل كامل بملف configuration dot nix حطيت الثيم اللي بدي استخدمها لبرامج ورح نجي للpreferences هاد اللي حكيت عنه انه النيتروجن هو gtk2 فما بعرف ليش ما اخد الثيم بشكل صح ورح نجي للصور اللي بدي اياها فهلأ لسه ما طلعت عندي البانيل فخلينا نفتح البانيل انا مثبت طبعا ال d menu بس ال d menu مثل ما حكيت هلأ رح ارجع لها مباشرة فمن d menu بدي افتح الت to اللي هي البانيل مثل ما اللي شايف هيصار في عندي بانيل بس هلأ لو سكرتها رح ما فهلأ ضلت البانيل عندي بس وقت اللي بعمل restart باعتبار اني ضفتها لل auto start فما عاد في داعي اني ارجع افتح ها بشكل يدوي خلينا نضغر open box عفوا l-obs شوفي اشياء تانية بدي اعملها فهلأ حكيت انه انا مثبت ال-starship ولسه بدي اعمل ال-build الخاصة في build menu فهدول الاتنين ال-configuration الخاص بال-starship موجود على ال-server فرح ايشي وانسخوا m-n-ness starship لا المسار اللي كنت عامله اللي هو .config starship رح شوف مباشرة انه ال-prompt تغيرت بدون ما اعمل restart بدون ما اعمل اي شي لاني حاطتها بال-configuration قبل ما كمل بالخطوات كمان بدي انسخ m-n-t- d-menu بدي انسخ المسار بالكامل ال-home directory ورح ارجع هلأ مباشرة لملف ال-configuration الخاص بال-nex اللي هو sudo n-vim ال-configuration .nex لحتى ارجع للقسم اللي انا عملتله بعملية التثبيت اللي كان هو ال-overlay ال-overlay هي واحدة من اقوى النقاط اللي موجودة بال-nex لو اجينا للويكي طبعا ثبتت الفايرفوكس وثبتت ال-brave كلها بملف ال-configuration خلينا قبل الويكي هاد القسم اللي انا موجود فيه حاليا اللي مثل ما شايف عندي الفايرفوكس ال-brave كل البرامج اللي بيستخدمها ثبتتها هون طبعا في حزم ممكن اني احتاجها مالها موجودة بهذا القسم ليه لانه لسه في عندي قسم تاني اسمه program dot something فانا مثلا عندي zsh هلا zsh موجودة هون وموجودة بال-home dot nix بس هون لانه في عندي شوية اشياء ال-home dot nix بيعطيني مجال اوسع ل-configuration ما له موجود بال-configuration dot nix هلا رح نرشع لل-documentation الخاصة فيها توقع الفيديو اليوم رح يكون اكتر من ساعة بس عمالي حاول اني غطي اغلب الامور اللي تعلمتها خلال اسبوع فقط لا غير لسه في عندي اشياء كتير ما تعلمتها بس يعني هاي الاشياء اه انا كنت بدي شوف nix os dot wiki هلا انا ما رح دور على ld menu لان ها ما لها موجودة بال wiki بس اللي موجود عندي اللي هو ld wm هلا طبعا انا ليش هاي الخطوة او هاد البلوك كنت عامل له ان كومنت بهاد بأسنا عملية التسبيت لاني بدي اعمل عملية البيلد من ملف موجود على الجهاز وليس من ريبو موجود على البيت هاب او البيت لاب لو كنت حاط على ريبو موجود على البيت لاب على سبيل المثال او البيت هاب فمباشرة رح اجي لهاد القسم ورح اجي ل custom build ومتل ما شايف انه هون رح اطل ال path انا هاد اللي مستخدمه حاليا اللي هو ال path اللي عندي بهاد الشي اللي عندي بس غيرت ال dwm حطيتها d menu حطيت d menu حطيت المسار بالكامل وطبعا من ال packages اللي عندي انا ثبتت d menu فهلا باعتبار اني شلت وين صرنا d menu فباعتبار اني شلت ال comment عن overlay ال overlay بتستخدمها وقت اللي بدك تبني برامجك لانه باعتبار انه انا هوم ما في عندي امر مثل الميك او ما فيني اكتب مباشرة على مسارات النظام فبهاي الحالة رح تكون عندي هاي وحدة من اكتر الاساليب قوة لحتى اني استخدم ال nyx os فخلينا نحفظ هاد الملف ونرجع نعمل له nyx os dash rebuild switch لشوف اذا كانت رح تتغير عندي ld menu ولا لا هلا رح نشوف انه اثناء عملية ال rebuild رح يقوم ببناء ld menu رح يطلع عندي بال output فهلا لو قلت له ld menu run رح شوف انه تغيرت هاي ال configuration او هاد ال build اللي انا بستخدمه بشكل يومي عندي الالوام مختلفة الخطوط مختلفة في عندي options ثانية هلا هاد الامر لو قلت له dash l3 ال d menu الاساسية ما في عندي امكانية اني يطلع في عندي الاسطر موجودة بس ال columns او الاعمدة اللي ما لها موجودة فهيكل الامور من ال build الخاصة فيه فبهذا الشكل عملية ال rebuild هلا ما عاد تصير مرة تانية الا اذا عدلت بملفات ld menu بحد ذاتها خلينا باعتبار انه طول الفيديو بشكل كبير اخر شي احكي عنه اللي هو ملف ال home dot nix الخاص بال home manager طبعا بال نيكس او اس هوم manager فلو قلت له sudo nvm etc نيكس او اس هوم هلا هاد الملف مشابه تماما او مشابه بشكل كبير لملف configuration dot nix بحيس انه بالبداية في عندي declaration اللي حاطت config وال packages بعدين في عندي ال home manager هاد لحتى كيف اني استخدم ال home manager مع المستخدم الحالي اللي هو بحالتي اسمي واللي هو انا وبعدين في عندي state version اللي هي نفس النسخة اللي سبتتها وهي نفس نسخة النظام بعدين شايف انه في عندي بال packages شايف انه قمت بضبط الثيم الخاصة بال gtk بهاي الثيم غيرت الايقونات غيرت الالوان غيرت الكيرسر الماوس الpointer اللي عمالي استخدمه كله غيرته بهذا المكان غيرت اللخطوط غيرت فعلت الanti-aliasing فعلت تمام فعلت الanti-aliasing واستخدمت الالوان dark لو اجيت وفتحت الPC man FM رح شوف انه رح يطلع عندي بالثيم اللي انا مختارها وليس بالثيم البيضة القبيحة فانا حطيت الثيم مباشرة من مكان واحد لو اجيت لا الكيتي مثل ما حكيت هاي بالكيتي شايف اني انا غيرت الخط وغيرت اياسه وغيرت الثيم غيرت الopacity الpycom اللي هو الcompositor الpycom موجود بالconfiguration dot nix وليس هون ال�zsh شايف اني فعلت الauto suggestions فعلت syntax highlighting بالconfiguration dot nix الaliases الaliases موجودة بقسم وموجود الaliases بالshell aliases ضفت كل الaliases اللي انا بستخدمها شوفي عندي اشياء تانية في عندي elzoxide اللي هو بديل lcd ها كمان موجود بالhome dot nix الstarship متل ما حكيت البانيل اللي هي التينت الدانست اللي هو notification demon الدانست موجود عندي حتى الmpv حطيت كل الconfiguration بهذا الملف ف الcopy q فمتل ما حكيت يعني بهذا الاول شي لازم تتعلمه وقت بدك تستخدم ال nix os هو انك انك تستخدم الhome manager بدون الhome manager فعليا رح تكون عمالك تضيع وقت كبير 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 جدا فخلينا نشوف قبل ما اختم الفيديو شو هي المصادر اللي بدك تستخدمها هلا انا كنت حكيها بس رح نرجع ونعيدها هلا متل ما حكيت رح يدين يجي ل l-nix os dot org ومنه رح نيجي ل learn ومنه رح نيجي ل l-nix os manual وهون لو دورت على الشي اسمه appendix a رح يطل عندي ال appendix رح افتح هات ال appendix وبهات رح يكون في عندك كل option ممكن انه يخطر على بالك وكيف منك وكيف ممكن انك تضبطه نفس الكلام رح ينطبئ على l-home manager فلو قلت له nix os home manager appendix فبهات ال appendix كمان رح شوف انه مشابه تماما لل appendix الخاص بالnix وكمان بيشرح لي اي شي ممكن انه يخطر على بالي بهات فيه شغلة واحدة اللي بدي احكيها بس صار الفيديو طويل جدا لو دورت على l-zsh كان في عندي اشياء بدي اياها اللي هي .extra .env extra طيب لو دورت على .env .extra تمام هلا هون عمله اللي انه شو هو الطايب اللي بدي استخدمه بحال l-strings concatenated with slash n او back slash n هاد اخد مني شوية وقت لحت تعرفت شو معناه بس بعدين لو دورت على l-nix كlanguage كان رح يطلع معي فهاد معناه انه رح يكون في عندي وين ها اللي هي رح تبتدي بس single cotation بس مرتين يعني single single وبعدين رح تحط شو هي option اللي بدك تغيرها وبعدين بتغيرها بsingle single وما مننسى الفاصلة المنقوطة هلا لو بدي ادخل بكل نقطة او بكل تفصيل من هدول الملفين رح ياخد مني اسابيع كريستايتس عمل live stream بمدة اسبوع متواصل لحتى حكى عن كل الامور انا كنت عمالي اشتغل عليها بشكل مستقل يعني ما لي علاقة بالكريستايتس بس يعني لحتى انك تبتدي باستخدامه انا رح اترك هدول الملفين او على الاقل ملف رح اترك الملفين بالجيت هوب اللي حابب انه يطلع عليهم ممكن انه يشوفهم ويتعلم كيف انه يستخدم او يبتدي باستخدام النيكس او اس وبامان الله اه